تقتك يا برج القوس يعني في عندي شوية لخبطة فممكن تكون يا برج القوس مهتم بحياتك العملية او ممكن تكون في عندك مسئولية او مرتبط او يعني في عندك شغل فالشخص اللي انت بتحبه او بتفكر فيه انت حاسس انه بمر بمرحلة من اللخبطة او الانفصال او حاجة فيها وقت اختيار بالنسباله فممكن تكون شايفوا انه روحاني او انه بيتواصل معك روحيا بشكل عالي كمان والشخص ده باين انه في الوقت الحالي واقف مستني ومنتظر الوقت المناسب علشان ياخد خطوة وهو حابب يعمل توازن وحاليا هو مشغول بحياة مادية كمان يا برج القوس طلع لك اه ورقة يعني راح نشوف اه ورقة النصيحة لانه بشوف انه عنده علاقة بالقراءة اهه بتقول لك انت دايما تتقفي ربنا وربنا بيوجهك ازاي وعارف انه ربنا اللي بيوجهك يعني انت محتاج تخرج وتتفسح اه وتفرح وما يعني ما تتوقفش عندي كده وبتعيش حياتك فالورقة بتقول لك لو حد مثلا طلب منك انك تتكلم فما تتكلمش حتى تفكر بكلامك هل هو كلام منطقي حقيقي فيه رحمة لطيفة فواضح عندي يا برج القوس انك اه هاي الفترة بيتفكر كثير كمان الشخص اللي انت بتفكر فيه ده بيمر بظروف يعني ظروف صعبة كمان عنده انشغال جامد يعني هو مشغول كثير وطلعت له ورقة بتقول اه يمكن فيه اشياء واقفة بيناتكم واقفة بين علاقتكم او ممكن حتى انكم تكونوا فيه علاقة زوجية وانت متعلق في الوضع هذا والشخص ده ممكن يكون فيه علاقة فعندي طاقات كثيرة في عندي طاقات طلعالي في القراءة كثيرة كمان طلعلك ورقة يا برج القوس بتقول لازم انت تركز في الورقة اللي طلعولك بخطوات صغيرة ولكن خطوة خطوة هتلاقي في التغيير كبير حصل يعني بخطوة صغيرة منك رح تلاقي في التغيير كبير حصل فالشخص ده طليع له ورقة بتقول اه اه انه انسان طيب وروحاني جدا وانسان مهتم بالناس اللي حواليه وهو مش فاضي يعني مشهول مش فاضي يهتم بنفسه هو بيهتم بالناس اللي حواليه او بشخص معين وغالبا هتكون انت لانه طالع لورقة انه بيفكر فيك كثير اهام اوي وكمان هو بيفكر انه لازم يهتم فيك لانه حاسس انه مدلكش الاهتمام اللي انت تستحقه وما كانش وما كان بيهتم بيك الفترة الماضية كمان هو عارف وحاسس انه انت وشايفك كمان انه انت انسان طيب وقلبك حنون وحاسس جواته انه في صداقة عميقة جواتكم انا بحاول يعني اتكلم بلغة تفهموها لانه لهجتنا احنا اه صعبة لهيك انا عم حاول اه اشرح للكم بلغة تفهموها كمان عم شوف انه اه 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 في حاجة في حاجة واقفة بينكم واقفة بين الارتباط تبعكم فممكن تكونوا انتم من بلاد مختلفة يعني اه بلاد مختلفة طوائف مختلفة او ممكن يكون اه واحد فيكم متزوج وحتى لو كان اه اه لو كان صحيح رح يكون اه فغالبا حيكون هو وممكن يعني يكون الاختلاف في العادات والتقاليد اه الطريقة اللي تربزوا فيها المدينة اللي انتم منا فممكن تكون انت شخصيا مقبل على الارتباط او تفكر ترتبط لانه هو نفسه اه انت شايفه مرتبط فانت كمان بتفكر ترتبط ولكن انت متعلق مع هذا الانسان في علاقة حب كبيرة جواتك اما هو حاليا فبيحاول يزبط نفسه بيحاول يزبط نفسه ومشاعر اتجاهك فمشاعر اتجاهك هي مشاعر نوضجة وكمان هو عارب انه في طريقة تانية يقدر من خلال انه يقرب الموضوع بيناتكم وعلى فكرة هو حدا متواصل معاك جدا روحيا وبيفكر فيك كتير طالع لي ورقة انه بيفكر فيك كتير وشايفك انسان اكتيف كتير وصريح وواضح وبتتكلم بطريقة مباشرة اه وشايفك كمان انسان بتحب الخير كمان هو يعني شايفك انه عصب شوية ومتسرع ومتسرع وعايزه يتصرف بسرعة ويجي بسرعة هو عاوس وبيفكر فيك طول الوقت كذلك انت شايف انسان جميل وكويس يعني انسان جيد جدا وشايفه من عالم اخر يعني مختلف عنك سواء من بلد ثانية او الطريقة اللي انتو تربيتوا بها هي طريقة مختلفة عنك وانت كذلك شايفه حلو والانسان ده ممكن يكون مسافر لاني اه وقفت الفيديو حاولت اطلع الورق عشان اتأكد اكتر طلعني انه اه الشخص اللي احنا بحكي عليه طلعت له ورقات انه ممكن يكون مسافر اه لبلد او في بحر بيناتكم يعني هيك يعني كذلك انت شايف انه انسان ناجح وعاجبك بصراحة اه اه كذلك عندي انه الشخص هذا خلال الشهر اه خلال هذا الشهر الحب دياله ليك غيزيد غيزيد بزاف يعني حيزيد كثير وتفكير اتجاهك حيزيد فاذا كنت فاذا كنت فاذا كنت انت لسة لسة بتحبوا بعض وما تصريحتوش لانه في طاقات كثيرة عندي اه يعني طاقات مختلفة او حتى انكم بتحبوا بعض ولكن ما تصريحتوش وانت حاسس انك حبيته من اول نظرة فهو بفكر فيك فهو بفكر فيك مشاعر خياضة رح اطلع ورقة اشوف خلوني مشاعر خياضة اهو ايبه في مشاعر طلعت لكم ورقة اطلع اتأكل في مشاعر خياضة كأنه مشاعر الصلمات وانت حاليا في الشهر هذا غتبقى مهتم بحياتك الشخصية وبنجاحاتك يعني هتحاول هيك ونجاحاتك العملية لاني شايفة انك عايز تستقلب حياتك وتحس انك مش محتاج لشي واحد يعني مش محتاج لحد وبتعمل كل حاجة لوحدك كذلك انا شايفة انك حتطلع للحياة وده الشي الصحيح لانك كل ما كنت انسان ايجابي الاشياء الايجابية بتيجي لحياتك اه قلتلك انا شايفة انك حتطلع للحياة للطبيعة الطيور تتفسح ممكن تكون حتسافر بلد تانية يعني ممكن تتفسح او مدينة تانية تغير جو ولكن انا شايفاك انك عايز تبقى لوحدك تقدي وقت مع روحك مع نفسك لوحدك فرح نطلع ورقة رح نطلع ورقة ورقة خلينا نشوف رح تتقلك الورقة ها 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 الورقة طلعت لك مرة تانية خليني شوف خليني شوف يعني كأنه في عندك سفر قصير طلعت لك وطقات سفر قصير في خلاف يعني حول سفر قصير عندك كمان ها الورقة بتقول باين عندي انك متلخبط يا برج القوس وحاسس انك مش عارف تفكر او تحسم الموقف الموقف دا في القصة هذه فممكن تكون حاسس ان الشخص دا ملخبطك مش عارف تفهمه كذلك في ناس منكم بيفكروا انه الشخص هذا مش موجود او بعيد عنكم او بتشوفوه يعني كأنه بعيد ما بيفكرش فيكم يعني انتو بتفكروا هيك او ظروفكم مش مناسبة وانتو بتفكر انه العلاقة دي مش ماشية كذلك خلينا شوف وحشوف لكم الشهر هذا الورقة دي طلعت لك ثاني شو مشكلة الورقة هادي هادي قراءة عاطفية وش لازم تطلع الورقة هادي ها ها خلوني اطلع في فلوس جيالك يا برج القوس او في هدية رح تجيك فواضح انكم خلال الشهر هذا ان شاء الله حيكون في الارتباط بينكم حيبقى في تواصل حيبقى في تواصل روحي عالي بينكم وفي كلام اه وهذا الموضوع هيجي من الحبيب يعني هو اللي حيت هيتحرك هو بينك يتحذر فالحبيب هيتكلم معاك وهايقول لك كلام حلو طلعت لك ورقة هاي الورقة. اه. وحيعبر لك عن مشاعره. اه. ولو كان هو متباعد. او ده حب جديد. فهو برضو حيقل لك مشاعر ايه اتجاهك? والعلاقة دي حيكون فيها شفاء. كمان ممكن انتو تشتغلوا مع بعض في حاجة. ممكن تعملوا حاجة تشتغلوا فيها مع بعضكم. وتعملوا اتفاق. فاذا كنت انت سعلان منه في حاجة. اه. فالورقة بيقول لك اسبر عليه. لان الشخص ده بيحبك كثير. برض. برض يعني الظروف. اه. اللي صارت. بغض النظر. هذا اول مصطلح صحيح. بغض النظر عن الشي اللي صار. لان الشخص ده حاسس انه ما كانش عاطك اهتمام. وحاسس انه انت محتاج اهتمامه. ومحتاج انه يعطيك وقت. اما انت يا برج القوس فحتكون مركز على حياتك وامورك العملية. وحتكون اه. حيكون بينكم اه تواصل روحي. في اتفاق. في فرصة انكم تعملوا توازن وتوافق. طالع عندي انكم حتتكلمهم مع بعض اه المرة بطريقة مختلفة. والشخص ده هيقرب اه هيقرب عليك اه بالحب. اه وانت في الفترة هذي اه متل اخبر. ومش عارف الانسان ده يعني ماذا يريده منك. بالضبط. اه من رغم من انه عاجبك الشخص هذا عاجبك. وانت شايفه حاجة كبيرة. اه الكارت اه اللي طالع لي بيقول لك اه الموقف هذا انت محتاج تكون مشاعرك ناضية. ومحتاج التقة. في العلاقة. واضح انه في لخبطة كبيرة. في العلاقة هذي. كمان بيقول لك اه في ناس اه اه كويسين يعني مناح. فاذا كنت قلقان من الشخص هذا. وبتفكر اه الشخص هذا اه عايز مني ايه. اه لسه بيحبني ولا لا. اه اه اللخبطة دي. ليش بيعمله. ليش بيتصرف هاي الطريقة. فانت ما تقلقش منه. يعني ما تكون قلق منه. لانه الشخص ده اه مشغول في حاجات مع اسرته. ومشغول حاجات ثانية. وهو حاسس انه مدكش الاهتمام. وحاسس انه لازم يعيد حساباته اتجاهك. لازم يعيد حساباته معك. وبيقول لك الورق هنا انت ممكن تعتمد على النصائح من الناس اللي حواليك. لانهم ناس اه كويسين. يعني جيدون. حاولوا كويسين. وفي حد منهم حيسعدك. وحيساعدك انك تطلع من اللخبطة دي. عشان تغتاح. كمان بيقول لك الورق الشخص ده اللي انت بيتفكر فيه. انت تقدر تتق فيه. وتعتمد عليه. كمان ممكن انت تكون الشخص ده. لانك شخص طيب. وانت شخص يعتمد عليه. ويقدر الانسان اه ياتق فيك. وانت قادر انك تدين نصائح. فانت اه يبرج القوس الشهر ده. هتبتدي تزبط نفسك. وحتبقى في طاقة استقلالية. في نجاح عملي عالي. ام شوفه عندك. كمان هتبقى ظاهر في منتهى الجمال. يا جمال ويا برج القوس. هتبقى عندك ثقة عالية. جدا. في نفسك. في هذا الشهر هذا. كمان اه كذلك عندي كارتين. هات الكارتين لما يطلعوا مع بعض. كمان هون. لما يطلعوا مع بعض. خلوني شوف لكم. يعني انه هيكون عندكم تواصل. روحي عالي. وحيكون عندك نوع من التسليم. هتسلم الامور لربنا. وغادي تبدأ الثقة تزيد. يعني الثقتك راح تزيد عندك. في اتجاه الشخصي ده. حقيقة. يعني بشكل عام. الشخص هذا شخص منيح كتير. برد بالنظر عن العيوب وعن الشغلات اللي سواها. هو جواته جواته شخص منيح. وما عندوش نواية سيئة تجاهك. ولا انت صراحة. بصراحة العلاقة هذه علاقة هادئة. سواء كنت تصارحته او ما تصرحتوش بالحب. او حتى لو كانت علاقة طويلة ولسه ما كلمتوش عن الحب. او في وضع تاني. يعني وضعية تانية. لانه هو عنده مشاكل تانية في حياته. ودلي مخليه بايع. مش عارف يتصرف. برد النظر انه عاقد جدا. وروحاني. جدا. انا حقول لكم الابراج اللي ظاهرة عندي. في القراءة. منيح. عندي اه برج الجوزاء. برج الميزان. كمان. او الابراج الجرابية. يعني مش كسير. برج الدلو. الدلو طلعاله قراءة. منيحة. كمان في طاقات نارية. ممكن تكون طاقتك انت. كمان في طاقة مائية سرطان عقرب حوت. في طاقة هوائية. فخلال الشهر ده. وممكن نزيد عليه شوية. هيكون في تواصل روحي عالي جدا. وحيكون في تفاهم بينكم. بدل الاخبطة. اللي اللي انتم فيها. سيبقى فيه شفاء. لانه الشخص ده عايز يددك اهتمام. هو حاليا غارق في تفكير. شنو هالتفكير اللي غارق فيه. لنا سأكد اكثر. هال ملاحظة رح اولى بعدين الورقة ده طلعت لك المرة الرابعة. خلوني اتأكل ما غاليا. الشخص ده قلت لكم هو غارق في شغلة. عم بيفكر. عم بيعمل اختيار. لانه في طرف تالت. والطرف التالت من ناحيته هو. هو بيفكر يحسم الموضوع. ويحسم امر الطرف التالت. طرف تالت ده. وياخد موقف من العلاقة هادي. كمان ما اكذب عليكم. رح اقول هالملاحظة. عم شوف هون اه. في اه. 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 كأنه في اه. ناس. عم يدعو. الله. طالع الورقة هون. مشان حبيبهم. عم يدعو. صراحة رح لكم. عم يدعو بالزواج. يتزوجوا هالشخص. ويعيشوا حياة سعيدة. في ناس عم يدعو مشان اه. حمل. يكون عندهم ولد. اه. في مشاكل. عم شوف طاقة الدهاء طالعة هون. وما اكذب عليكم. طالعة عندي ورقة تبع استجابة الدهاء. هاد الورقة هذي ورقة كأنه في بتفكر وفي سفر في خلاف حفلة السفر. هالورقة طلعت لي ثلاث مرات. بحشوف هاي الشغلة. ولو اني خلصت. يا الهي. هاي الشغلة حلوة. لا لا خلاص خلاص. 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 شغلتكم حلوة. قلت لكم انا عم شوف في هون في طاقة دعاء كبيرة. في عندي انا عم كملت. انت مو مشكلة اكمل هال هالشغلة هذي اللي شفتها. هالطاقة الدعاء. هالانسان هذي او الانسان هذي عم يدعي بشو? عم يدعي اه كأنه في زواج كأنه في اوراق اه رسالة توصلوا من الحبيب. فانا حب خبره انه اه هون طلع عندي ورقة استجابة الدعاء. وكملت القراءة لاتأكد طلعت الورقة التانية نفس الورقة. نفس الدعاء اللي دعاه اللي عم تدعيه. طلعت لي. اه ها وطلعت لي الورقة. في زواج يعني في استجابة وفي اخبار حلوة رح توصلكم. يعني هذي اوراق هذي اوراق مبشرة كتير وطلع. طلع علي الشخص اللي بتحبوه. وسط الاخبار الحلوي. وسط اه يعني ورقة الزواج حلوني اشوف لكم شو رح يطلع. هالشي اللي طلع عندي اخبار حلوة. اخبار حلوة. لكم يا برج القوس. ولله هاله هالوقتين بثلاثة فايلهم كتير حلو. اااااаг center. اخبار حلوة عن谢 في القراءة وتركوا لي تعليقات عشان اعرف ايه الاخبار وما تنسوش تعملوا اشتراك وفعلوا زر المجرسة.